بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقهر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسر ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة هو النقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النقل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبغى وجه رجبك ذو الجلال والإجراء فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين بطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت عودة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بهم واصي والأختام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من قل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فوش بطاين وامن استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من قاصرات القرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليافوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفاف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جهنات النعيم سلة من الأولين عقليل من الآخرين على سرور مرضونة متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طهير مما يشتهون وحور عين كامثال الأولئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وظل مبدود وماء مسكوب ففاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحمين وضل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا خبل ذلك مترفين فكانوا مسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلهي قاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لآكنون من شجر ينزقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون هو أو نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تغرعونه وم نحن الزاريون لو نشاء لجعلناه مطامن فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أن نزلتم من المثل أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه مجاجد فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تمرون أنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنخوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمراق النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كذاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أخره إليه منكم ولكن لا تمسرون فلولا إن كنتم غير مذينين ترجعونا إن كنتم صادخين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم